موضوع مهم جداً وأحنا بجوز كنا نتناقش فيه دائماً بحلقات سابقة أو ماضية نحكي عن هذا الموضوع اللي هو تقدير الذات ولكن للأسف في أشخاص عندهم تدني تقدير الذات يعني ما بقدر يقدر حاله أو قيمته ما بعرف بديه شيء تكون موجودة لكن وحكيت أن أنت اللي تقدر تزرع قيمتك قدام نفسك قدام الآخرين وترفع من ذاتك قدام حالك وقدام الناس فموضوع جداً مهم لن يكون ضيفتنا العزيزة مرشدة تربوية وأسرية الأستاذة منار لوباني صباح الخير ويعطيك ألف عافية أهلا وسهلا فيك ستين وورتينا أهلا فيك يا أهلا أول شيء شكراً كثير للإستطافة ومبسوطة كثير أنكم تخصصوا فترة أو فقرة للمواضيع النفسية لأننا بحاجة في المجتمع فعلاً أن نزيد الوعي في الصحة النفسية بعدين أنتوا عملتوا مقدمة كثير شيء قال الموضوع فالكل هلأ قاعدوا يستنى شو ما بدنا نحكي بالضبط يعني ستي بالبداية نتحدث إيش معنى مفهوم تقدير الذات مبدئياً وأنا عندي هذا من استفسار هل هو يأتي مع الشخص يعني وبيجي بلت أنزة ما بقولوها ولا نحنا بنشتغل عليها حتى نميها في شخصيتنا سؤال كثير مهم معنى تقدير الذات هو إحساس الشخص وشعوره بقيمته الذاتية بأهميته وبالاستحقاق الاستحقاق للحياة الاستحقاق للحب الاستحقاق للإحترام استحقاق للحرية وهذه تأتي من أول يوم بنولد فيها الطفل لما بنولد الطفل وبيبكي وبيجي إمه بتحكي معه أو بتحمله أو بتردعه وتعطيه حاجاته الأساسية هي بتوصل له مسج أنه أنت مهم وأنا رديت عليك لما أنت طلبتني تبدأ الأهمية الشخص تنمو عنده وقيمته أني أنا مهم لما بنادي الناس بتستجيب لي وبيبدأ يكون ثقة بنفسه وثقة بالآخرين بالمحيط لإله يعني أنا بأمان لما بكون بحاجة هاي الناس اللي حوليي رح يستجيبوا لي كل ما كبر الطفل ولقى هذا الاهتمام من اللي حوليه كل ما زاد إحساسه بهذه القيمة عشان هيك احنا منقول له الإهمال في الطفولة واحد من أهم الأسباب اللي ممكن يؤدي إلى تدني تقدير الذات يعني في أشياء شائعة كثير أن الأم تترك البيبي للشغالة مثلا أنه الأم تكون مشغولة بالتليفون حتى في سيدي قالتلي أنه زمان لما كان يقولون أهالينا لما بتردعوا البيبي ما تنشغله وتحكم أحدا لازم البيبي يأخذ الفل أتنشن لازم يكون البيبي أنت كل اهتمامك وانت حطيته والآيكون والتواصل بصري والتحسيس وكذا عشان يحس أنه هو مهم صح؟ نعم أحب أن أكمل بالنفسك السؤال أننا اليوم هذا الموضوع حتى إذا كبر مع الطفل تدني تقدير الذات كيف يمكن أن يؤثر على علاقاته الاجتماعية والمهنية تحديدا هذا الشيء سيظل معه طول أمره فهل ممكن من تحسين تدني تقدير الذات؟ أو لا؟ وكيف يمكن أن يتصرف بحال إذا تأثر بعلاقاته الاجتماعية وأيضا علاقاته المهنية؟ هذا السؤال كنت توقعه في آخر المقابلة لكن ليس غلط أنه نبدأ فيه الحقيقة هي لما يندمل الشخص الطفل يطلع ويكبر وهو حاس شاكك بنفسه حاسس أنه لا يقلوه قيمة لا يقلوه أهمية يبدأ هذا ينعكس على سلوكه فبيصبح سلوكه بيسموه غير مؤكد غير مؤكد للذات شو يعني سلوك غير مؤكد للذات؟ يعني هو شخص ما عنده قدرة على طلب حاجاته ولا التعبير عن نفسه ولا التعبير عن آراءه ولا وضع حدود لإله فتلاقي الناس بيستغلوه الناس بيتنمروا عليه الناس بيعتبروه تحصيل حاصل لأنه هو أصلا أعطاهم هذا الشعور أعطاهم هذا الانطباع أنه أنا مش مهم أنا أي شيء مثلا بيسألوه إيش بدك زي ما بدكم بدك هذا ولا هذا أنا مع الجميع ما عندهش رأي خاص فيه فهو بيعطي هذا الانطباع على طول الناس اللي حوالي بيحسوا أنه هو ما بيحس بالقيمة فبيبدو يتصرفوا على هذا الأساس وإذا وقع في بيئة متنمرة أو بيئة يعني ما بيتفهموا أو ما بيقدروا أنه بدنا نفرق بين الطفل مثلا أو الإنسان المطوع الإنسان المطيع المريح المتواضع الإيزي جوينج هذا اللي يسموه وبين الشخص اللي عنده تقدير ذات متدني من أن نفرق أو ما نخلطش كمان الأوراق ففي هاي الحالة هذا التأثير بالنسبة للعلاقات أنه غالبا هو بيقع فريسة للعلاقات السامة بالإضافة أنه هو بيسير لأنه هو ما عنده تقدير من الداخل هذا التقدير الذات بيكون داخلي لأنه ما عنده هو تقدير داخلي لذاته بيصير يدور على هذا التقدير في الآخرين فبيصير يسعى إلى الاستحسان يسعى إلى رضاهم فبيصير الناس مثلا إذا رضيوا عنه هو راضي عن نفسه إذا كانوا مبسوطين منه أو قدروا عمله هو بحس بقيمته بترتفع في داخله فبيصير التقدير يجي من بره بدل من يجي من جوك أحكي هنا بموضوع ستي تحدثت أنه يكون عرضة للعلاقات السامة في بعض الأحيان هو يجذب الناجحين يجذب الشخصيات التي يكون نفسها ويمارس العلاقات السامة مع أحد الأشخاص حتى يقلل من شأنهم يعني يصير يمارس العكس أنت بالضبط برافا عليك حلو التحليل أنت بالضبط عم توصف الشخصية النرجسية صح الشخصية النرجسية يعني غالبا هي ديب إنسايد في أعماق أعماق أعماقها هو عنده إحساس بعدم الأمان وعدم التقدير للذات ولذلك هو بيعمل زي شيلد هيك بيغطي حاله وفعلا هو بيبذل جهد الذي عنده تقدير للذات ليس بالضرورة أن يكون فاشل تدني تقدير للذات لا ليس بالضرورة أحيانا بيكون فاشل أحيانا بيكون ناجح وبيكون ناجح بشكل مميز علشان يعطي يعني هو من خلال هذا النجاح بده يعطي لنفسه قيمة ويجب يعني مش غلط لكن الفعل المعاكس يعني يصير ينقص من قيمة الآخرين عشان تبرز هو قيمته طيب زيدي اليوم في ناس بدوروا على تقدير ذاتنا للآخرين يعني شخص ما بيقدر ذاته لكن ينتظرون للآخرين وهذا الشخص يعني مش عارفين كيف نتعامل معه احنا تحديدا في أشخاص في حياتنا بنعرفهم بيستند أن الناس تقدروا أو احنا نقدروا هو نفسه مش مقدر حاله يعني دائما هي قيمته الشخصية قدام ذاته ضعيفة جدا لكن ينتظرها أنه كل ياتنا بنحتاج لتقدير من الآخرين لكن ما بعد تقدير الذات بالضبط بالضبط هون اللي بدي أفرق يعني لأنه أصلا في عنا احنا اكتر من ذات في عنا الذات المثالية هاي الصورة الحلوة الكاملة اللي احنا بنسعالها في الذات الواقعية احنا شو وفي الذات الاجتماعية كيف منشوفها لنا بعيون الناس يعني شو الناس بيفرجونا تنظر لنا صحيح إذا الناس عم بيظهروا لك أنك أنت وسيم مشهور ناجح لطيف محبوب أنت بتصير تحبها لك على أساس هاي الصورة اللي شفتها من الآخرين هلا احنا بدرجة معينة منحتاج هاي الصورة نحن ممنون نفصل عن مجتمعنا الإنسان كائن متفاعل لكن ما نعتمد ويكون اعتماد الأصلي على هذا الشي لذلك الشي اللي لازم الكلياتنا نعرفه ونأسسه في ولادنا ونأسسه في كل هذا أنه الإنسان من أول ما ينخلق هو نخلق بقيمة شح هو أصلا مجرد وجوده في الحياة قيمة أحيانا منقول أنه بكفي أنه نفحت ربنا روح الله سبحانه وتعالى موجودة فيك بتقدرها هاي الروح الموجودة أنت إنسان عندك طاقات وعندك قدرات لو استغلتها صح رح تقدر تتعمل تأثير هلأ موجود أنا مهم في كان ولد بيلعب مع أولادي وهو صغير في الحديقة كان يقول الولاد ويأكد عليهم لأنه يبدو أنه أهله كان يأكدوا عليه هذه الشغلة أنت مهم كان يقول له أنت مهم فلازم نأسس هذا الشي في ولادنا من صغر أنه أنت مهم مهم لإلنا ومهم للمجتمع ومهم للدنيا كل آتا أنا هاي أرجع لها النقطة لنقطة أنا مهم بس أرجع في نقطة قبلها أنه كيف اليوم مهم أن الأهل يشتغلوا هذه النقطة عند الأطفال وكيف ننميز الطفل اللي عنده تدني بمستوى تقدير للذات من الطفل لا والطفل اللي مرن طوع بحب يكون بسيط بعيدا عن الغرور وعني العناد وإثبات نعم تمام هذول سؤالين سؤال الأول كان كان السؤال الأول كيف بدنا اليوم أن نساعد أولادنا أول شيء أنت تعطيه الاهتمام لما يحس أنه هناك أطفال يبرج عندهم تدني تقدير الذات بسبب التخلي يعني أنه تخلى أحد أطراف الأب أو الأم عنهم مثلا الأب نكاية في أمه بطل يتعرف عليه وشوفنا الحالات هذه موجودة بالظبط أو أنه مثلا إذا الأم توفت الأب يتزوج ويترك الطفل عند أجداده هاي الفكرة بالنسبة له يعني أنا ما بستاهل أنه أبوي يعطيني يعخدني أعيش معه لو كنت أنا مهم أو إلي قيمة كان أمي ما تركتني فهذا الطفل دائما يلف يفكر حاله أنه هو سبب كل شي فما بيرجع بقول أنه أبوي عنده ظروفه أو أمي ما أدرت أنا المشكلة هلأ في عندنا أسباب تقدير الذات السؤال الثاني كان اليوم كيف تدني مستوى تقدير الذات أو طبع وإلى آخر وكيف بدنا نعزز نعزز هلأ زي ما قلت لك لما حكيت معي مرت بنتها نادت عليها فراحت لها وردت رجعت مرة تاني لأي كثير بحي فيها هذا السلوك أنه أنا ما تجاهلت ابني لما ناد علي أنا رديت لأنك أنت مهم التجاهل لابن أحكي معه أنا ماسك التليفون يعني أنت مش مهم يعني أنا التليفون بنادي فالاهتمام من الأهل أولا برفع بالإضافة إلى تنمية قدراته مواهبه مساعدته على إعطاءه فسحة ومساحة للاختيار لأنه لما الشخص يختار يعني أنا عندي قدرة على الاختيار يعني أنا بثق بنفسي أنا قادر على أني أقوم هذا القدرة فكرة أني أنا قادر هاي بتعطي قيمة أو بتعطي إحساس تحدثي عن دور الأم في مرحلة معينة لكن في دور محوري ورئيسي وهو دور المدرسة والحضانات تحديدا الحضانة في المرحلة الأولى والمدارس في المرحلة الثانية هناك دور كبير جدا نحن نعرف اليوم قصة التربية الحديثة تغيرت عن المفهوم القديم موضوع المدارس والبيئة التعليمية كيف لها دور في تقدير الذات عند الأطفال البيئة التعليمية يجب أن تحرص وبشدة على شغلتين الأولاني هي عدم التنمر يعني التنمر لأنه الأطفال اللي عندهم أصلا استعداد يعني أصلا تقديرهم للذات منخفض قليلا إذا تم التنمر عليه هذا كمان يزيد ينقص من تقديره لذاته فبيصير ضحية المتنمرين فهم يسيطروا على هذه الشغلة بالنسبة للطرق التعليمية نحن لدينا تلقين هذا التلقين مشكلته يعطي شعور للطفل أو للطالب أنه أنت غير قادر على التفكير أنه أنت خلاص بدك تجاوب زي ما هو مكتوب في الكتاب يعني أعطيني خصة ومساحة علشان أنا أبدع أنا في عندي شيء غير الموجود في الكتاب فهذه طرق التلقين في التعليم يجب لازم بالضرورة أن تتغير وطريقة المناهج لازم تصير مختلفة قليلا تحدثت عن حادثة صارت مع أحد أبنائك أنه كان واحد من صحاب يقوله أنا مهم أنا مهم في بعض الأحيان إعطاء الأهمية الكبرى للأبناء ممكن تعملهم برضو إضطربات منها أنه أنا الأفضل وأنا من بعد الطفان ونروح لموضوع النرجسي اللي منتشرة بشكل كبير إن كان من زيادة تقدير الذات أو قلة تقدير الذات للطفل في عمر مبكر اليوم كيف بدنا نعمل التوازن لأبناء هو التوازن دائما في كل شيء نحط الحدود ونعرف أنه أنت مهم لإلي بس أنت أهميتك هذه لا تعني أنك تتعدى على حقوق الآخرين وأنه برضو أنا أقدر الطفل بما لديه ما أنا أعطي صفات مش حقيقية موجودة فيه يعني ما أخلي برضو يتوهم أنه أنت سوبرمان لا أنا أمدحه بما فيه يعني أعمل تركيز على الصفات الإيجابية فيه ولكن لا أمدحه في شيء ليس فيه بالعكس أشجع الشيء الذي لا يوجد فيه أنني أنمي إليزابيديا نعم طب سمعيني سؤالي الأخير إذا سمحت المكافأ كيف يمكن تأثر على الأطفال يعني تكافأ طفلك أنه عمل الشيء معين حتى يحس بي أنه قيمة العقاب تحديدا يعني هم موضوعين العقاب وأنك تكافؤ وكيف يؤثر على تقدير الذات تمام هلأ المكافأة ضرورية أي سلوك نحن بالطفل يريد أن يتكرر ويظهر باستمرار يجب أن نكافؤ حتى لو كانت المكافأة متقطعة وحتى لو كانت المكافأة رمزية ليس بالضرور أنه دائما أنه نعطي أشياء مادية لكي نفهم كلمة حلوة ابتسامة حضن كافي بالنسبة للولد علشان يكون مكافأة العقاب من خليه آخر خيار ويفضل العقاب السلبي لماذا العقاب السلبي؟ أنه أخذ منه شيء يحبه أمنعه من أنه يرى مثلا برنامج يحبه أخذ منه الموبايل أقلل فترات استخدامه للموبايل مثلا إذا لم يريد يطلع مع أصحابه يعني فيها طرق تربوية كثير لكن العقاب اللي هو العنف العنف هذا أحد أصلا أسباب تدني تقدير الذات لأنه الطفل لما بينضرب أو لما بتوبخ بكلمات نابية اللي بيحصل أنه هو بيبدأ يحس بالخجل والعار والخزي هاي مشاعر كتير عميقة وكتير سيئة وعلاجها صعب لأنها تحفر دي حتى إذا كسرت الإشي اللي بيحبه لا ما احنا ما قلنا بدناش عنف بدناش عنف معنا ما بدنا نستخدم أي نوع من أنواع العنف نحن نتعلم أن نكون أروح سامع هلا تمام فالعنف يعني إحنا كنا نشوف معنافات مثلا في الحلقة إعلاقات نشوفهم الشي اللي مميز يعني على طول بتميزهم من بادي لانجوج إنهم كشين حسين هيك بقلة القيمة حتى لدرجة أنه يوصل لمرحلة أنه يصيروا يؤمنوا ويعتقدوا أنه يستحقوا العقاب أنه نرى إلى أين أنت نزلت تقديرت لهم أنه لما تسألي ليش عملت هكما أنا بستاهل يعني نرى إلى أين يوصل هذا الشعور بالخزي هذا شعور كثير سيء حتى أكثر شيء يتأثر على الإناث لأنه إذا كان هناك ضرب على الإناث بكرة إذا تزوجت واحد ومديده عليه ففي شيء طبيعي بالضبط أنت أسستي يعني أسستي أنه قابل أنه حدا يهينك أو يذلك من غير شر دائما ما حدا يذل حدا كل شكر جزيلا لك معلومات ونصائح مجددا شكر جزيلا شرفتين أعرف سرم فيك أعرف سرم فيك